نحن أمنا عند الله بركي أولادنا يظهرون لأن ابني بالسورة عب قلبي الحمد للأبني موجود بس وين ما صيروا ما عاد عوف واسا نحن عنا نمشي بالمعاملة صارنا ثلاث سنين معاملة عنا نمشي بي يعني ما عدنا أحد لبيوتنا كلتنا إيجارات حالنا حال الشغ قولوا فكروا بأطفالهم لا تفكروا بأهل أمم وأبوهم أو نسوانهم أطفالهم أشيون يعيشون مني من سبالي غادوا والمرة خمسة عشر ورقة واحد خبرني من سوريا قال ابنكم موجود معاي فلان 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 عدلي اسم أخوتو عدلي اسم خواتو عبالة قيعد معانا هذا ما نعرفش نجابه مع المعلومات من عدنا راجع قال حجي يغيد من عدك خمسة عشر ورقة ورقة ولمرقة قلتوا والله يابا معا عندي قال لي ابنكم والله طلع ابنكم قلتوا والله يابا معا قال لك خمسة عشر ورقة قلت له ما يخالف بس أريد أسمع صوته ابني أخذوه داعش من الفين وارباطعش قبلت الامتحان مالته جاء واخذوه ابتهمة مصدر للجيش اخذوه وراحو دورت عليه ما خليت قالوا موجود آخر شي بقعدهم ثلاث سنين قالوا وحرروهم الجيش من مستشفى الجمهوري والامريكان فاتوا عليهم والقوات الأمنية وكلها فاتوا عليهم طلعوهم من جو القاع بكارفانات وهاي أخذوهم وهاي الصورة شفتها عن نيت يوم واحد ومسحت هاي الصورة ساومونا بثمان دفاتر وقالوا لي احنا نطلعوا وبثمان دفاتر انطيني ثمان دفاتر انطيني وإحنا نطلعا قلت لهم والله ما عندي احنا ما نضررين من داعش قال والله هاي مشكلتش وهاي اذا صحيح راح يجيب لي خبر اذا ما يأكلون الفلوس يقعدون